موسيقى استكمالاً للمسيرات الأسبوعية في جمعة طوفان الأقصى انطلقت مسيرة في رام الله نصرة لغزة طالب المشاركون فيها بوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال للشهر الرابع على غزة رسالتنا لأهلنا في غزة احنا وياهم في خندق واحد احنا مشتبكين مع عدو واحد هو هذا العدو يخرج كل ما في جعبته من شر ومن لؤم ومن روح انتقام فاشي نازي لذلك شعبنا شعب واحد موحد على الوقف الواحد في مواجهة هذا المحتل وهذا الهجم الصهيوني النازي الشرسي استنكر المشاركون في المسيرة الدعم الأمريكي السياسي والعسكري اللامحدود للاحتلال والخذلان العربي والإسلامي الشعب الفلسطيني يقدم 27 ألف شهيد والعالم أخرص يعني العالم صامت لا يتحدث كرارات أممية تطبق على دول وغدول أخرى لا تطبق عليها وعندما يتكون على إسرائيل فحدث ولا حرج هناك رواية الفلسطينيين يجب أن تصل لكل مستمع وكل ناشط وكل مثكف وكل واعي بأن الشعب الفلسطيني له قضية ويجب أن تصل إلى الجميع نحن اليوم تحت المطر لكي نقول للعالم كله لا فرق بيننا وبين أهل الغزة لكي نقول يا الغزة نحن معكم نحن جزء منكم بارك الله فيكم لأنكم في سمودكم تمثلون نحن جميع الغياب ولكن أنتم اليوم أنواننا وإن شاء الله سنحقق أمانينا المنشودة بإذن الله وفي ظل الحديث عن قرب التوصل لهدنة أو وقف لإطلاق النار يمعن الاحتلال في القتل والتدمير وارتكاب مزيدا من المجازر حيث استشهد ما لا يقل عن 27 ألف مواطن وأصيب أكثر من 67 ألف آخرين منذ 7 أكتوبر اشتركوا في القناة